أهلا بكم قم بإيجاد احتمال سحب كرة صفراء من حقيبة تحتوي على ثلاث كرات صفراء كرتين حمراء وواحدة زرقاء إذن لنفكر بشأن هذه الحقيبة قليلا إنها تحتوي على ثلاث كرات صفراء لذا دعوني أرسمهم لدينا واحد اثنان ثلاث كرات صفراء ولدينا كرتين حمراء وين كرتين حمراء وين إذن لدينا واحد اثنان من الكرات الحمراء على افتراض أنهم جميعهم مختلطين في الحقيبة لدينا كرتين خضروان واحد اثنان من الكرات الخضراء ولدينا كرة واحدة زرقاء كرة واحدة زرقاء ونريد معرفة احتمال سحب كرة صفراء إذن نريد معرفة نريد معرفة ما هو احتمال بي ما هو احتمال سحب كرة صفراء يلو ماربل حسنا الاحتمال هو فقط طريقة للتعبير وأنا لا أريد استخدام الكثير من الكلمات المعقدة ولكنه احتمالات أن تختار شيئاً ذوصل بما تريد إلى احتمالات اختيار أي شيء آخر أو هناك طريقة أخرى تفكر بها هي عدد الاحتمالات التي يمكن أن تنتج في الاختبار الكرات الصفراء مقسومة على المجموع الكلي للكرات إذن كم طريقة لدينا؟ كم حدث أن تذهب لتقوم باختيار كرة؟ كم عددها؟ كم طريقة أو كم كرة تختارها؟ يمكن أن تكون صفراء حسنا لدينا ثلاث كرات لدينا ثلاث كرات يمكن اختيارها على أنها صفراء واحد اثنان وثلاثة نحن نفرض أنها جميعها لها نفس احتمال الاختيار جميعها مختلطة في الحقيبة إذن لدينا ثلاث كرات صفراء يمكن اختيارها الآن كم عدد الكرات الكلي في الحقيبة؟ كم عدد الكرات الكلي التي يمكن أن نختارها؟ حسناً يمكنك اختيار أي كرة من الثماني كرات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وثمانية حسناً المجموع الكل هو ثماني كرات إذن احتمال اختيار كرة صفراء هو ثلاثة تقسيم ثمانية إذن لدينا فرصة ثلاثة تقسيم ثمانية لاختيار كرة صفراء وهذه طريقة لنفكر بها فقط أريد أن أكرر أنها فقط عدد الاحتمالات لدينا ثمانية احتمالات لدينا ثمانية أشياء مختلفة يمكننا سحبها من الحقيبة ثلاثة منها تحقق الشروط ثلاثة منها ستكون كرة صفراء وبهذا نكون قد انتهينا إلى اللقاء